اشتركوا في القناة ويأتي على رأسها مصدقة عهل البلاد المفدة وأصدر قانون تنظيم القطاع العقاري أواخر يوليو الماضي وما استتبع ذلك من موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري ومشروع مرسوم بندب رئيس تنفيذي للمؤسسة بهدف تنمية القطاع العقاري في المملكة وتعزيز البنية الاستثمارية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري كما يأتي هذا المعرض بهدف التأكد بل التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه التنويع الاقتصادي في المملكة من خلال تسليط الضوء على الانجازات التي تحققت في قطاعي البنية التحتية والعقارات إلى جانب المجموعات الواسعة من العروض التنافسية ذات القيمة العادية كما يسعى المعرض في دورته الحالية إلى إبراز أهمية التنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر